متابعي قناة النهار لإخباري الأولى في الجزائر أهلا بكم مشاهدين إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات خلال عدد اليوم سنتطرق إلى الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة إلى تونس بالإضافة إلى المشاورات الجزائرية التونسية الليبية حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وبالتحديد في ليبيا وتطورات الأوضاع بطرابلس نقاط وأخرى مشاهدين نناقشها بحضور ضيفنا الأستاذ سليمان أعراج السيد علوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر ثلاثة مساء الخير أستاذ مساء الخير ماجدة تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام وشكرا لك على تلبية الدعوة كما سيشاركنا عبر مداخلة هاتفية من تونس بعد قليل السيد عبدالله العبيدي الدبلوماسية التونسي وسيلتحق معنا أو سيشاركنا كذلك النقاش عبر تقنية سكايب من ليبيا الأستاذ محمود إسماعيل الرملية المختص في شؤون السياسية والإستراتيجية قبل ذلك نستهل النقاش مع الأستاذ سليمان أعراج الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج السيد رمطان العمامراء إلى تونس في اعتقدك من مدى أهميتها في ظل تطورات الأخيرة لا يتشهدها المنطقة حاليا نعم هي طبعا زيارة مهمة جدا زيارة تأتي دائما في إطار التشاور والتعاون والتنسيق الذي يقوده السيد رئيس الجمهورية ويحرص عليه مع تونس الشقيقة على الخصوص لأنه ما يجمع ربما الجزائر والتونس الكثير وتونس مهمة بالنسبة للجزائر والجزائر مهمة جدا للشقيقة تونس انتلاقا من عدة اعتبارات ومن عدة نقاط سواء اقتصادية أمنية وديبلوماسية هذا التنسيق الذي شفناه في أكثر من محطة والزيارة جاءت تأكيدا على ربما على أهمية وقوة العلاقات بين البلدين وفي ذات السياق تأتي للإجابة أو لقطع الطريق على التأويلات التي يتم الترويج لها من خلال بعض الأبواق المأجورة التي شفناها حاولت بطريقة أو بأخرى استغلال ظرفية معينة لكن العلاقات الجزائرية تونسية أكبر من ربما أن تؤثر عليها مثل هذه الحمالات المشبوهة أو أنها تغير من الحقيقة فيه واقع يجمع بين جزائر وتونس فيه إدراك بأهمية العلاقة وقوة الرابطة التي تجمع بين البلدين وبين الشعبين صحيح أن هناك تحديات كبيرة قبل أن تحدث عن التحديات أستاذ سليمان أعراج أشرت إلى نقطة جد مهمة لأن هذا الزيارة جاءت لتضحد للتأويلات حول طبيعة العلاقة بين الجزائر وتونس هو ما جاء كذلك على لسان سيد وزير الشؤون الخارجية سيد رمطان العمامرة وقال بصريح العبارة بأن العلاقات الجزائرية التونسية بألف خير بطبيعة الحال وهذا ما يؤكده كل الخبراء وكل المتابعين والعارفين بالشأن ربما نسمع تصريحات أو طروحات خصوصا عبر شبكات التواصل الاجتماعي لكن السياسة أو العلاقات بين الدول لا تبنى من خلال شبكة التواصل الاجتماعي ولا تديرها الحملات التي تشنها بعض الأطراف عبر شبكة التواصل الاجتماعي أنا قلت أن هناك واقع موجود وهناك إدراك لأهمية وقوة الرابط التي تجمع بين جزائر وتونس وبتالي المسألة أكبر بكثير مما يصوق ومما يقال وهو ما يؤكد ما قاله سيد وزير الخارجي رمطان العمامرة على أن العلاقات الجزائرية تونسية بألف خير ويؤكد اليوم اللقاء الذي خص به سيد رمطان العمامرة قبل رئيس تونسي قيس السعيد واللقاء الثلاثي الذي جمع بين جزائر تونس وليبيا في تونس هذا يعني يبين المكانة تونس في المنطقة وأن تونس هي فاعل مهم وأساسي في المنطقة وفيما تعلق بقضايا الجوار وكما أشرت أن التحديات هذا الفرصة أيضا لللقاء هي أيضا فرصة لتعزيز الفهم المشترك حول كيفية تجاوز العقبات ولا تجاوز التحديات اللي هي تحديات صراحة كبيرة ما لازمش ربما ننفي هذا الموضوع وخصوصا بالنسبة للشقيقة تونس لأنه السؤال الاقتصادي لما يتضاف له تحديات أو رهانات أمنية وسياسية أعتقد أن هذا يثقل كاهل مؤسسات الدولة وغير ذلك وهو النقطة التي تؤكد دايما الجزائر على أنها إلى جانب الأشقاء التونسيين في إدارة عملية التغيير والتحول بما يخدم مصلحة الجميع وبما أيضا يعزز العلاقات الثنائية بين الجزائر واتونس نمر الآن للمكالمة الهاتفية والتحكمين الآن على المباشر السيد عبدالله العبيدي الدبلوماسية التونسي مساء الخير سيد عبدالله أهلا وسهلا تحياتي لكم ولي مستمعين في الجزائر ومشاهدين شكرا لك بداية سيد عبدالله العبيدي نتحدث عن الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والجرية الوطنية بالخارج رمطان العمام رائلة تونس والتي من خلالها التقى برئيس تونسي قيس سعيد وسلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي أكد من خلالها حرصه على مواصلة مسيرة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين سيد العبيدي ما مدى أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالتحديد الذي نشهد فيه متغيرات كثيرة بالمنطقة هذه الزيارة أتت لرفق بعض الالتباس مما حاول خلقه بين البلدين بعض الجهات وبعض المصالح لأن تصريحات رئيس تبون في روما سعى بعضهم لتوظيف توتير العلاقة بين البلدين وأعتقد أن علاقة تونس والجزائر في بعديها الشعبي والرسمي لا يستطيع حد توتيرها لأن بتجذرها الشعبي تتجاوز حتى الدولة والحكومة الشعبان الجزائري والتونسي أخوة بالمجد مثل ما نقول في تونس لكن هناك ملفات أخرى مطروحة وحارقة هي الإرهاب على حدود ثلاثة بلدان تونس والجزائر وليليا وكذلك استحقاقات المستقبل بالنسبة للبلدان ثلاثة وكذلك إذاء شركائهم في المنطقة يعني شمال المتوسط والإقليمية عموما وثلاثة دول في حاجة إلى توطيل علاقاتهم والتنسيق المتواصل بينهم لدرأ الأخطار تهددوا المنطقة ونعلم أن إسراء الحرب الدائرة الأحاها الآن في أوكراين يعني تثاقمت أزمة الطاقة وتونس والجزائر بحكم وضح الجغرافي والجزائر بحكم ما تختزينه منطقة والجزائر كذلك في حاجة إلى إعادة انتشار علاقاتها على ظو ما نشاهده من تورط بعض الجهات في مؤامرات ضد الشقيقة الجزائر والتوترات التي وقعت في شمال المتوسط سواء كان على مستوى علاقاتها مع أسبانيا إلى غير ذلك بحيث كلنا في حاجة إلى رسل الصفوف وإعادة النظر في علاقاتنا فيما بيننا ونعلم أن الشقيقة ليبيا ما زالت في وضع يعني يوحي بشيء من القلق لدينا طيب سيد عبد الله العبيدي بالحديث عن ليبيا كان هناك كذلك اجتماع تشاوري جزائري تونسي ليبي حول تطورات الأخيرة في ليبيا ونجد بأنه مؤخرا كان فيه زيارة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ميليامز إلى الجزائر والجزائر كانت دعت إلى ضرورة التنسيق وأن الأطراف الليبية لابد أن تدعو إلى التهدي أو هذا إلى عدم جر طرابلس أو ليبيا إلى مستنقع الفوضى أهمية التنسيق الثلاثي والمشترك ما بين كل من الجزائر وتونس وليبيا للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل التطورات التي تشهد حاليا هذه البلدان المتجاورة أي إخلال بالتوازن في بلد سوف يجر البلدان الأخرى إلى عدم الاستقرار وعلى هذا الأساس ونعلم أنه في ليبيا أطراف عدة لم يستقر الوضع لأنه المعادلة بين الأطراف المتدخلة والمهينة لم يقع تحديدها بعد ونعلم أنه هناك خلافات بخصوص التحالفات الخارجية بين ليبيا وبلدان أخرى وداخل ليبيا نعرف أن ليبيا مشتتة شيئا ما حسب الأقليم وكل أقليم تقريبا له علاقات والتزامات إذا مجموعة من الدول التي لها إمكانيات لتوتير الأوضاع سواء كان داخل ليبيا أو في محيطها وعلى هذا الأساس يكون لتنسيق بين جزائر وتونس وليبيا أهمية قصوى في استقرار الأوضاع وعدم السماح لجهات بعينها وهي معلومة من التدخل بين هذه الدول ونشر الفتنة والوصول إلى أهدافها التي تريد تشتيت المنطقة والسطو على ثرواتها هذا ليس بالأمور النظرية ولا نرى بالعين المجرد أن هذا يحصل أو يسعى إليها على الأقل بصفة مستمرة وعلى هذا الأساس تونس والجزائر وليبيا في حاجة إلى دعم وتكثيف التنسيق ما بين هذه الدول الثلاث بالضبط أشكرك جزيلا شكرا سيد عبد الله العبيدي الدبلوماسي التونسي حدثنا عن المباشر شكرا لك على هذه المداخلة نعود مرة أخرى لأستاذ تليمان أعراج بالعودة للمشاورات الجزائرية التونسية الليبية حول مستجدات الأوضع في المنطقة في ظل ما تعيشه حاليا هذه المنطقة وفي ظل كذلك أنه اليوم الأزمة في ليبيا نظرا لتعدد مصارات الحل في ليبيا نجد بأنه لحد الساعة الملف الليبي لا يزال على ما هو عليه في ظل أنه مساعي الجزائر متزال متواصلة للعمل على حل حلة هذه الأزمة الليبية شوفي ما جدا المسألة الليبية مسألة معقدة نتيجة تدخلات الأجنبية هذا هو الأساس وهذا هو المشكلة الأساسي في ليبيا اليوم في قوى متصارعة حول خيرات الشعب الليبي للأسف الشديد هذا القوى الأجنبية تدير وعندها شبكات في الداخل الليبي للأسف لكن ربما أعلاش الجزائر كانت دايما وما زالت وستبقى داعمة ومنادية بضرورة وأهمية الحل السياسي لأنه اليوم لا بد من إعادة الاعتبار للشرعية الشعبية في ليبيا لا بد للشعب الليبي أن يقول كلمته صحيح أن ليبيا يبنيها الجميع ولكن في ذات الوقت لا بد أن تتاح الفرصة للشعب الليبي بأن يقول كلمته وأن ينتخب رئيسا يمثل كل الليبيين من أجل إنهاء الخلاف خلي يجي المفروض من المنطق يقول أنه يتم انتخاب رئيس في ليبيا والرئيس الذي يتم انتخابه هو ليتحمل المسؤولية أنه يقود ليبيا حسب ما يراه مناسبا لمصلحة الشعب الليبي اليوم هذا التناحر التناحر هدفه هو التواجد وهو السيطرة على الخيرات الليبية وإيجاد مكان في مستقبل المشهد والعمل أيضا على تقديم ربما مرشحين للذين يخدمون مصلحتهم وهذا ما ترفضه الجزائر جملتين وتفصيل طيب أستاذ سليمان أعراجل تعتقد أنه اليوم بالنظر للملف الليبي نجد أنه فيه تعدد لمصارات الحل والجزائر كانت دعت إلى أنه هذا الأمر لن يأتي بأي نتيجة هذا تعمد لن يأتي بأي نتيجة فضل أن بعض الدول تحاول أن تلعب أدوار لنقول إقليمية وحتى نوصفها بالوهمية على حساب مصلحة الشعب الليبي صحيح وهذا الشيء اللي رأنا نأكد عليه لأنه اليوم هذا التعمد في تفكيك وتفتيت يعني وتشتيت الإرادة الداعمة لأهمية الحل السياسي من خلال تنويع المصارات أنا ربما نرجع لك شوية في الزمن كنت أول من نادى بضرورة الخروج من ثنائية حفتر وصراج لإيجاد حل في ليبيا وفعلا بعد مؤتمر برلين يعني تم إيجاد حل يعني منطقي ومقبول أفضى إلى حكومة تتسعى بتأييد أمامي وبرلمان أيضا الهدف تح هذا البرلمان والحكومة التي خرجت من يعني بعد الاتفاق الأممي الذي أنهم يروحون أو ينظموا انتخابات رئاسية في أجال محددة لكن اليوم هذا الدفع نحو تأجيل هذا الحل وتأجيل هذا المسار هو تأجيل متعمد من قبل أطراف لا تخدموا ومصلحة الشعب الليبي ولا تريدوا للشعب الليبي الاستقرار بل تسعى إلى إطالة عمر الأزمة من أجل استنزاف خيارات الشعب الليبي طيب نمر الآن المدخلة عبر سكايب مع السيد محمود اسماعيل الرملي المختص في الشؤون السياسية والإستراتيجية التحق بنا الآن من ليبيا مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا بك أهلا بك بداية سيد محمود اسماعيل الرملي نتحدث عن الاجتماع الثلاثي الأخير الذي جمع كل من الجزائر تونس وكذا ليبيا درسوا تطورات في المنطقة وبالتحديد الملف الليبي مع ضيفنا هنا في الستوديو كنا نتحدث قبل قليل عن تعدد مصارات الحل في ليبيا وهو الأمر الذي بإمكانه أن يطيل أمد الأزمة الليبية في اعتقادك بالنظر لكل هذه التحولات وتطورات لتعرفها الأزمة الليبية هل المصار الأممي سيشهد في الأيام المقبلة مرحلة حاسمة تطلب بالضرورة انخراط والتزام جميع الأطراف الليبية المسار الأممي هو مسار حقيقة فاشل بامتياز تعدد المبعوثين الأمميين حتى وصلوا سبعة لكن أيضا وصلت أخطائهم للكارثية في ليبيا قسمت ليبيا ما الذي صنعه المجتمع الدولي عبارة عن صنيعة لمجموعة من الموجودين على رأس السلطة دون أن يكونوا أيضا قادرين على إدارة المجد بالشكل الحقيقي عقيل صالح وما أدرف عقيل صالح وأيضا خلقوا البعب على المسمح فيتر وأيضا عصابة أخرى كل ذلك مدعاة إلى القاول بأنهم لا يريدون الحل بقدر ما يريدون التوجه إلى استمرارها أو لا يريد استمرار فيهم باقي عملين عام الاجتماعات جيدة لنجود منه أن تجد أيضا أهلية التنفيذ والتطبيق الليبيون لم يرى كل وحود منامقة وبيانات صادرة لكن لم يرى شيئا على الواقع الآخر باقي عنا هناك إشكالية عميقة وعميقة جدا على جيران ليبيان يدركوا حجم الإشكال الذي تعانيه ليبيا من زاوية وأيضا حجم الأثر والأثار السلبية في حالة فلات الأمور أكثر من زاوية الثانية وأن يسعى الليبيون أو أن يتركوا للسعي وحيدين من أجل الوصول إلى حل لو لا تدخلوا الدول السلبي لو وصل الليبيون إلى هذا التداوء لكن أيضا هناك متعدد من مصر السيسية التي تريد حشف عمزة طيب أستاذ محمود إسماعيل طيب أستاذ محمود إسماعيل نتحدث عن تعدد مصارات الحل في اعتقادك تعددها هل سيطيل أمد الأزمة الليبية في ظل أن فيه العديد من الدول لا تسعى لمصلحة الشعب الليبي بالعكس هذه المبادرات أو حتى هذه المصارات السياسية نجد أن بعض من هذه الدول تبحث عن أدوار في ليبيا وفقط دون البحث عن حلول سياسية بإمكانها أن تنهي الأزمة الليبية بكل ثقة هذه الدول تبحث عن بصالحها وهو أمر طبيعي لأن بعض الدول أكثر قربا من ليبيا كما هو الحال في بعض جيران ليبيا الذين يرون في أن ليبيا وأمنها واستقرارها واقتصادها وشعبها أهم لهم بالكثير لكن هناك دول باحث رئيسي على ما يتعلق بالطاقة وأيضا هناك دول تبحث على ما يتعلق بإعادة العمار وملفات اقتصادية وملفات بعض وأمنية متعلق بالهجرة غير القانونية ومتعلق بمتابعة الدرهاب ومتعلق ببعض الأمور الأخرى كنفلات السلاح وانتشارها في بعض الدولة الأفريقية لكن في المقابل هناك إشكاليات وتغيرات دولية عميقة وكبيرة جدا بعد حرب روسيا على أوكرانيا وهو الذي أدى أيضا أن هناك عصابات في روسيا موجودة في شكل الفاغنر المتوجدين والذين يحتلون عمليا شرق ليبيا ووسط ليبيا أي أنهم يسيطرون على بعض القواعد الموجودة في ليبيا في وسط أو في شرق ليبيا أو في جنوب ليبي أيضا يضاف لهم عصابات الجنجويد ويضاف لهم عصابات أخرى ممن يحاولوا قدر الإمكان حثر الاستمرار هم أو من خلالهم أو فيهم أو معهم ذلك أغاية في الإشكال ثم من زاوية ثانية هناك سلطات أوكلة لها أملية التأسيس في ليبيا لم تستطع التأسيس نأخذ بذلك تحديدا برلمان فاشل كتب عليه على الحقيقة يجب عليه أن ينتهي لكن إلى الآن لم يرعى ولا أعتقد أن هذه الاجتماعات لا التي تعقد في مصر ولا التي قبلها ولا التي قبلها لقد عقدت في باريس وباليرمو وبالرين الأول والثاني وجينيف وأيضا تونس وغيرها من العواصم لكن في المقابل الوحيدة التي فرغت من محتواها هي طرابلس فلم يجتمعوا في ليبيا لأنهم أكثروا قربا إليهم السفر من أن يجدوا حالا ويبحثوا عليه هذا نقدا واسعي ولكن أيضا من الزاوية الفعلية على الجميع وعلى جرال ليبيا كالجزائر أن تساعد ليبيا لأنها تستطيع أن تساعدها أشكرك جزيلا شكرا أستاذ نجدد تحية لكل متابعي قناة النهار لإخباري الأولى في الجزائر نعود لاستكمال النقاش مع ضيفنا الأستاذ سليمان أعراج مساء الخير مرة تانية أستاذ قبل الفاصل كنا نتحدث عن المشاورات الجزائرية التونسية الليبية نبقى ديمه في ذات السياق لكن أن نتحدث عن مخرجات هذه المشاورات والتي ركزت على مجموعة من النقاط من بينها أهمية التنسيق ما بين كل من الجزائر وليبيا وكذلك تونس ومضاعفات الجهود من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية قضية الهجرة هي ملفات لا تزال مطروحة لحد الساعة خلينا نقول تنعكس على أمن واستقرار دول المنطقة ككل أهمية بذل مزيدنا الجهود بالتنسيق ما بين الدول الجزائر وليبيا وكذلك تونس في هذه الفترة والتوقيت بالتحديد مهم جدا هذا التنسيق وهذا التشاور وهذا يعني سبل أو طريقة التواصل والاتصال فيما تعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك المنطقة ككل تعيش تعيش تحولات وربما إشارتك لتحديدات التي تعرفها المنطقة تطرح سؤال أن من يمول هذه المجموعات وهذا النشاط الإجرامي والإرهابي في ذات السياق في المنطقة هنا لابد من الإشار لما نتكلم على من يمول اليوم الجماعات المتطرفة الإرهابية من يمول أيضا مسألة يعني تجارة السلاح وتجارة المخدرات والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية هذا كلهم عندهم ومرتبطين بصيغة أو بأخرى بتجارة المخدرات في المنطقة وبالتالي اليوم على الجزائر وتونس وليبيا على اعتبار أنه ما يجمع البلدين أكثر يعني وحدة التاريخ ومعطيات جغرافية متعلقة بالحدود وأيضا ما يجمع بين البلدين من يعني وحدة أو المصير المشترك بين شعوب هذه الدول الثلاث وعندنا تاريخ مشترك هذا الشيء يخلينا دائما أن نأكد على أهمية الاتصال والتشاور والتنسيق فيما تعلق بمختلف المحاولات التي تستسعى لاختراق المنطقة هناك دول اليوم في ليبيا هدفها يسعون فقط ويحرصون على مسألة إعمار ليبيا ويبحثون على يهتم ومهتمين أكثر بملف الطاقة والموارد الليبية أكثر منه اهتمام بربما الاستقرار في ليبيا أو نجاح الليبيين في اختيار رئيس وبناء مؤسسة الليبيا تركيز على مصالحهم أكثر من التشميل يعني المسألة أكثر مولات هذا هو الإشكال نفس الشيء هناك دول تسعى للتشويش على استقرار تونس وتسعى للاستثمار أيضا في الأزمة وهي النقطة التي يعني تسعى الجزائر في هذا السياق إلى التأكيد على أهمية التنسيق لأنه حتى اليوم هذا الاستقرار في المنطقة رأي عبء على الجزائر ومن شأنه يعني خليني نقول حرب الاستنزاف اللي راهي تشن من خلال الأزمات التي تعرفها دول الجوار الهدف منه هو إنهاك قدرات الدولة الجزائرية والجزائر تدرك جيدا ربما هذا التحدي لذلك نأكد دائما على أهمية الحل السياسي على مسألة التنسيق والتشاور لأنه كما نقول بالعام إذا عرف سبب بطول العجب لما يكون فيه معرفة وإدراك بأسباب ربما الأسباب التي تضرب أو تحاول من خلالها بعض الدول ضرب استقرار للمنطقة يمكن إنتاج في إطار تنسيق وتشاور إنتاج حلول مشتركة قائمة على فهم مشترك وقائمة على الثقة على الخصوص أستاذ هل تعتقد في ظل ما يحدث اليوم من تطورات هل تعتقد بأن هناك بعض الدول أصبح يزعجها أن الجزائر أصبحت أو لا تزال تسعى لحد الساعة للتسوية السياسية للملف الليبي ودورها المحوري حاليا في المنطقة لشفنا العودة وبقوة من خلال إدارة العديد من الملفات بطبيعة الحال ومن تدخل في بداية الأزمة الليبية تدخل لكي لا تنجح الجزائر في حل الأزمة الليبية ومحاولات التشويش اليوم ربما من خلال تنويع المصارات على الحل أو من خلال فتح أبواب لدخول فاعلين جدد هو يعني الهدف منه كله هو محاصرة دور الجزائر ربما شفنا أنه مؤتمر برلين جاء بمخرجات إيجابية يعني دعمت ولا تصب كلها في الطرح والتوجه اللي تحدثت عليه الجزائر لأنه كان تقريبا المؤتمر الوحيد الذي أفرز نتائج ملموسة تساهمت ولا يعني بشكل أو بآخر في خدمة ودعم الحل السياسي لو لا المحاولات اللي جاءت مؤخرا من خلال الدفع بسلطة يعني مؤقتة لتحاولت أنها تغير يعني سلطة انتقالية أخرى وبالتالي هذا المحاولات الهدف منها هو إعادة ليبيا إلى نقطة الصفر لأنه السراع ما زال محتدم ولم يتم رأى الفصل في من سيستاهم في إعمار ليبيا حصة كل واحد هذا يبحث كل واحد لو يبحث على حصة وش رح يكون عنده وش رح يعني يستفاد من إيجاد حل في أقرب وقت ليبيا والهدف كما قلت هو أنه دعم طرف على حساب الآخر هذه هي ما زالت للأسف الشديد نفس الدول التي ستتصارع على ليبيا والهدف هو مسألة التواجد لأنه ليبيا بالنسبة لهم فضاء جيوستراتيجي هي مورد للطاقة هي أيضا معبر لمنطقة الساحل وغير ذلك من التفاصيل التي تستغلها هذه الأطراف لكن اليوم هذا التنسيق وقوة التنسيق كما قلت لما تنجح في تعزيز الثقة بين دول ثلاث رح ننجح في على الأقل التقليل من الآثار السلبية لكل هذه المحاولات محاولات التشويش والتدخل في المنطقة والتأثير على المسارات العقلانية و للحل السياسي في ليبيا خصوصا وأن الأسابيع القادمة يعني خليني نقول أنها حساسة ومهمة جدا اعتبرت حاسمة فيما صار في ليبي رح تكون حساسة فيما تعلق بالحل السياسي في ليبيا طيب أستاذ سليمان أعراج كذلك الاجتماع الثلاثي الجزائري التونسي الليبي في مخرجاته كان تحدث عن القمة العربية المرتقبة اللي رح تكون بالجزائر في الفتح من شهر نوفمبر الأطراف ثمنت حرص الجزائر على إيجاد أو المساعي الرامية فيما تعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية بالإضافة إلى مشروع إصلاح جامعة الدول العربية اللي حتى تتمكن من مواكبة التطورات هذه الاجتماعات حتى وإن كانت اجتماعات تنسيقية لكن نقدر نقول أنها اجتماعات استباقية تحضيرا لهذا القمة العربية اللي رح يعول عليها الكثير لا شك أن القمة العربية القادمة هي قمة مهمة جدا مهمة للعمل العربي المشترك مهمة بالنسبة للرهانات التي تواجهها المنطقة العربية واليوم ما نقدرش نفصل منطقة المشرق العربي عن منطقة المغرب العربي لأن ما يحدث في منطقة المشرق ارتداداته تكون في منطقة المغرب العربي والعكس صحيح لذلك أن الجزائر أكدت من خصوصا أنها تحمل شعار أن القمة القادمة ستكون قمة جامعة والهدف منها هو توحيد الجهود وتوحيد أيضا الصف العربي خصوصا فيما تعلق بالقضايا القضايا الحيوية لتهم مستقبل المنطقة العربية لا شك أنه عالم ما بعد كورونا لن يكون بنفس الصيغة وبنفس المنطقة الذي كان سائد سابقا اليوم الأزمة الروسية الأوكرانية أيضا تداعيتها ستكون لها أثار مباشرة على المنطقة وبالتالي هذا هو الشيء الذي خل اليوم سيد رئيس الجمهورية في إطار تأكيده على أهمية اجتماع جامعة الدول العربية والشعار الذي أطلقه على هذا القمة أنها ستكون وستعمل الجزائر على أن تكون قمة جامعة موحدة للجهود تؤكد على أهمية العمل العربي المشترك وعلى أهمية أيضا ضبط مفهوم المصلحة العربية المشتركة لتجاوز الآثار السلبية للمرحلة القادمة ما ننساوش وما لازمش ربما ننسى أنه آثار جائحة كورونا وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية ارتدادتها وآثارها ستكون مستقبلا ما زال لم نرى هاش ستكون آثار هذه الأزمات وبالتالي نحتاج إلى أن نكون أكثر وعيا وإدراكا بالرهانات السابقة وهذا ما يستدعي توحيد الصف العربي أكثر وهذا ما يستدعي مكان خيار آخر مسألة توحيد الصف والعمل العربي المشترك وتوحيد الجهود ليس خيار بل هو أولوية تفرضها متطلبات التحول في النظام العالمي سواء في المجال الاقتصادي أو حتى على الصعيد السياسي لأنه اليوم رح تحول رح يمس حتى الفوعل التي كانت تؤثر وتلعب دور في التأثير على واقع التفاعل الدولي اليوم مؤسسات مثل ربما شفنا منظمة الصحة العالمية شفنا أمم المتحدة شفنا كثير من المؤسسات التي ربما وقفت خليني نقول عاجزة أمام مشاكل أمام مشكل عالمي خصوصا لما نتكلم على جائحة كورونا وغير ذلك لذلك يعني رهي مسألة جد حساسة وأكثر تعقيدا أولوية المرحلة هي كما قلت تعزيز الجبهة الداخلية وأيضا الدخول في تحالفات مبنية على المنفع المشتركة وعلى القاعدة رابح رابح وليس ربما على صفقات مقايضة مثل ما ربما انخرطت فيه بعض الدول التي شفناها بالنسبة للجوار الغربي وما جاء وره أشكرك جزيلا شكرا أستاذ سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر ثلاثة على كل هذا التفاصيل قدمت حول ملفنا وبهذا مشاهدنا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج تساؤلات الطيب المونى في أمن الله اشتركوا في القناة